الاسم أدهم واصف الحناوي من المملكة الأردنية الهاشمية فضل من الرحمن من علي المولى بأن تعرفت إلى الطريقة الكركرية عن طريق رؤية يعني لم أكن أعرف أن هناك طريقة كركرية أو طريقة صوفية كنت أبحث في كتاب الله في آية الولاية الله ولي والذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ومن ثم من الله عليه بأن رأيت رؤية قالت لي أن أذهب إلى سيديو مولاي محمد حوز الكركري في الاسم ومن بعدها رأيت اسم مولاي على الإنترنت ومن ثم عدت إلى الرؤية فكانت الأسماء متطابقة وفضل الله باعت سيدي الشيخ ورأيت نور الحق عز وجل ما وقع اليوم بفضل من المولى يعني هي بضاعتهم ردت إليهم إلى آل بيت المصطفى عليه وأفضل الصلاة والتسليم وقام بتقديمها سيدي جمال الصرايرة من الأردن وهو نائب رئيس وزراء الأسبق وهو الآن في مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية وبفضل الله تم تقديمها إلى مولاي قدس الله سره ولقت استحسان مولاي والحمد لله رب العالمين والله نحن بفضل من المولى دائما من علينا المولى ببركته أن نكون معه في زيارته إلى المملكة العربية السعودية وإلى بيت الله الحرام وقد كانت زيارة بفضل من المولى مباركة وقد عمت الخيرات حتى في المملكة العربية السعودية حين وطأها مولاي قدس الله سره في الأردن وهو من آل بيت المصطفى وقام بتقديمها إلى سيدي جمال الصرايرة وهو أحد أعيان المملكة الأردنية الهاشمية ونائب رئيس وزراء الأسبق وجاء وقدمها إلى مولاي اليوم في هذه الليلة المباركة بفضل من الرحمن والله بفضل المولى يعني إحنا لم نكن يعني كان هناك نصيحة ممكن أن نقدمها أن هناك طريق في هذا العصر طريق هو مشاهدة وطريق كشف في وقت يعني الشباب تعلقوا في الماديات وهذه الأمور وحين يأتون إلى هنا وأغلب الطريق يوجد فيه الشباب بفضل المولى وذلك لأنه طريق كشف وليس طريق مبني على الأمور المادية فيقول سيدي الشيخ قد صلى الله سره ومن لم يشاهد فلست عنا بشيخه وليس هو بموريدي اسمي علي عمر من جمهورية مصر العربية عرفت الطريقة الكركرية عن طريق النت وكان لها رؤية قديمة من سنين أن أنا شفت النور ولما حكيت الرؤية دي لناس كتير ما عرفتش أوصل لحاجة فيها لحد ما شفت الفقراء في الطريقة الكركرية بيكلموا عن النور فاستخرت ربنا وأهدان ربنا للطريقة والحمد لله شفت النور تاني على قد الشيخ المبارك سيدي محمد فوزي الكركري وجيت زيارة للزاوية الكركرية هنا في المغرب عشان أحضر معهم ليلة الأدر فاتفاجأت أني فيه شعارة مهدى من شعارات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شرف كبير لي أن أحضر هذا الحدث العظيم ويعني في كمة السعادة أن أنا أحضر ليلة زيديات في المغرب في الزاوية الكركرية مع الشيخ محمد فوزي الكركري والله كان نفسي أن أنا أكون معاه في الزيارة ديت لكن ما كانش ليه نصيب أن أنا أكون معاه لكن الزيارة كلها كانت منشأة يعني منشورة على النيت وكانت زيارة جميلة وكان استضافة من أهل السعودية وأي مكان سيدي الشيخ بيروح فيه بيتم استضافته على أعلى مستوى حتى جيه في مصر عندنا زيارة وتم استضافته على أعلى مستوى من الاستضافة ما هي نصيحاته للشباب؟ نصيحاته للشباب أنهم يتبعوا الشيخ الزمان الشيخ العصر الشيخ الوقت الشيخ محمد فوزي الكركري والسند بتاعه النور وده أكبر دليل إن هو والي من الله يعني مش مددعي ولا بيدي الناس أوراد وخلاص لا السند النور كل الموردين بيشوفوا النور فطبعا النور الله هو غاية المفروض غاية كل موسر الله هو نور السموات والله السلام عليكم donc moi je m'appelle Ismail Ismail Al Mouhajie je suis venu en Belgique je suis marocain d'origine j'ai connu la carcaria par les réseaux sociaux les témoignages qu'il y avait sur internet et comme le chéri vient de ma région ici aussi du Rif c'était facile pour nous de communiquer d'apprendre à se connaître c'est comme ça que j'ai pu prendre l'Abbaia Alhamdoulilah depuis l'Abbaia chaque année on essaye de venir aux événements importants شكراً لالنصف او لامر جسدًا السؤال لالورية القدرة شكراً للمشاهدة يريد للمشاهدة لتسجد كنم نحن مثل هذه الفترة أنا محمد سلم عبد العربية السعودية من المنورة سنوات عدة سبحانه وتعالى من طفال سيدنا الشيخ عام 2019 بعد عدة سنوات عدة في المذاهب الصوفية وفي الطرق الصوفية هذا الله سبحانه وتعالى وأكرمنا بأنبايعنا سيدنا الشيخ محمد وزيخ القدس صلى الله عليه وسلم طبعاً الليلة هذه تعتبر ليلة حفلة بحفلتين حفلة طبعاً إنها ليلة تلقى ليلة 27 طبعاً وهذه لها مكانة أصلاً عند أهلنا وأخواننا في المغرب وكافة أم الإسلامية والفرحة الثانية هي اهداء من أخواننا في الأردن من مسؤولين الطرق الصوفية في الأردن اللي سيدنا الشيخ قدس صلى الله عليه وسلم الشعراء من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه صراحة فرحة بفرحتين ليس لنا إحنا كموردين أو فقارات طريق الكلكرية بل أقول لكم يا أهل للمنطقة النظور أو للمغرب أو للمؤسسين بشكل عام فصلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا الأفراح فرحات دائمة إن شاء الله وكل عام أنتوا بخير فصحة الشباب الشباب أي شباب الشباب متكل الشباب طبعاً في هذا الزمن أو في العصور الأخيرة باختلاط الأمور عليهم ودخول للنزاعات السياسية على التداخل مع أمور دينية أو مع مبادئ دينية فأنا الذي أنصح فيها طبعاً الشباب هو التوجه دائماً إلى الطريق السليم إلى السنة الله صلى الله عليه وسلم والذي هو طبعاً اليوم احتوار في هذا الزمن هو المذهب الصوفية وأنا طبعاً بحكم من تجربتي يعني الإنسان عندما ينصح ينصح من تجربته هو فأنا لا أتحدث بما أعرفه فأنا أتحدث بما أعرفه أنا فالذي شهدته أنا من الطريقة الكركرية من 2019 فهي من أوائل الطرق التي تدعو للسلم الاجتماعي والتعايش فأي ما كنت فالصوفي المغربي هو مواطن مغربي من درجة أولى الصوفي السعودي مواطن سعودي من درجة أولى الصوفي الفرنسي هو مواطن فرنسي من درجة أولى فأينما تكون فأنت مواطن موالي بلدك وهذا ما يفرض عليك طريقتك ويدعوني دائماً طريقة سيدنا الشيقة السلسل العظيم فدائماً الهدف هو السلم الاجتماعي وطاعة شويل الأمر وأينما تكون أن تكون رائد في مجالك وانتضع بصمه معكم الفقير محمد شواطة طبيب عام من مدينة شفشاون تعرفت على الطريقة الكركرية بعد بحث المدة 20 سنة وذلك للتمكن من السير في طريق الله ولا يتمكن المرء من السير إلا بواسطة شيخ رباني ليس مدعي يعني صريح وذلك للتمكن من السير في الطريق وليس بالتبرك لأن هناك طرق صفية كثيرة ليس فيها إلا التبرك ونحن نبحث عن طريق نور الله فيه شيخ رباني يعطي النور للسير في مراتب قراءة الإسم المفرد الجلالة الله فيما يخص هذا اليوم المبارك السعيد فقد قام بعض الشخصيات من دولة الأردن الشقيقة بإحضار شعرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كهادية لشيخنا قدس الله وسره وهم ينتمون إلى الطريقة العلوية الشادلية في دولة الأردن وقد آخذوا البيع من عين زيد الشيخ قدس الله وسره بعد تأكدهم من صحتي زنده النوراني للسير في مراتب طريق الله والصلاة الله وليس بالمباركة على سيدنا محمدين وآله وصحبه وسلم ولأول مرة نهارة تنكينغ إجن الوفد إحداث زي الأردن زي دول الخالج كذلك قدمت إجن شعرة من شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم شعرة متوارثة بالسند بالسند إلى سيدنا علي قدمت نهارة قدمت سيدنا الشيخ محمد فوزي الكركاري كهدية خل مجهود الناس خل الحقيقة التي يبثها في قلوب المريدين وقلوب العارفين الحمد لله وحاليا نهارة وزمارة من كار الحقيقة يتعيش طريقة الكركارية والنيتغين كان جاهل 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 وأكبر ذلك كذلك نهارا بشتس إجن مجموعة يعني الوفد يعني زي الأردن ويعني أطور 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 عليا أضحضان دانيتا ذي الحويسية يعني تجن مكتسب مكتسب واجبو عادي واجبو عادي لأنها عاروين وصرتو الحويسية وذي بو معالم يعني أثارية لسنا تزان وادا ولو ذي غزاء ذا غرود ذا مجموعة من الخلاوات ولكن ذاي سمين عمان هو النور الذي يبثه الذي يبثه يقول لشيخ محمد فرزي الكريم في الكلوب المحببين والعرفين يحسن الحقيقان ربا سبحانه وتعالى 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 ومن هم أنه يعني عليك تقمنا وبسطر ودعالى لأن الجميع المستعار ومن ثم أنه أساس حركة ومن ثم أنه يكون محببين من مجتمع ثم أنه وسط نحن نملك في الحرية لن نحن نحن جمعوا سمعكم الله نور سمع واتول الارض كما نحن نملك حراءات المنزلي هي رجالة المنزلي وهنا touch a real في الحرية هذا عم نحن نحن جاتب لن نملك حراء على الجوزي لن نحن نحن نبالة لإضع wreكالهم ليس طريقا ومعظرنا ـ الفتح نحن 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 نشأل مننصان نحن نجمع الذين يحبونون نحن نحن نعم موسيقى المهم في التسرير أموان التي يجب أن نبحث في جديد وبالتدف الرجل لذلك فرمليس ومنين بعد ملعب هنبيه لأنه ليس قرران مهمة لذلك يتحفل إلى الشيخ هذه المسؤولة من الجروح مع ربي أصحابه، مع القرآن ومع نملك نشارك مع الله عز وعجل لذلك لا تتوجه بالأيام لن نستمر من مكان من وجهد ونحن نشارك على مكان لذلك ونحن نملك لذلك هذه هي العلد القدر